إنهم يزرعون هكذا يبدو الأمر لكن رسائل الزرع الفلسطيني ستنمو وهي تروى بحرص أصحاب الأرض عليها أمام مرأة أعين المشروع الاستيطاني في بلدة برقة شمال الضفة الغربية على جبل لقبيبات شمال غرب نابلس زرع الفلسطينيون 600 شجرة ضد محاولة تشريع مستوطنة حومش المخلات من جديد رسالة الشجرة اليوم تقول اسكوني ازرعوني ثبتوني في أرضي دعوني أنمو احرصوني ليلا ونهارا وأنا سأعطيكم المنظر الجميل وسأعطيكم الظل وسأعطيكم الحماية أيضا في وجه الاستيطاني للعين لأن هذه هي أرضي هذا هو وجودي هذا هو حق الطبيعي أن أنمو وأكبر هنا زيد جميل ذو التسع سنوات ورغم نعومة أنامله إلا أنه وبخشون حفر الأرض لاحقا سيتوازى عمر الشجر مع أعمار الأطفال لتكبر حقيقة أن الدفاع عن الأرض يبقى متوارثا من جيل لآخر هي أرض نقلت من الأباء والأجداد وأجداد الأجداد أن هذه الشجر الذي يزرع هنا اندل على شيء يدل على أن هؤلاء الغزاء المستوطنين الذي تدعمهم حكومة الاستيطان سيرحلون يوما ما لن يبقوا لم يلتقط المستوطنون رسائل الفلسطينيين عبر الأشجار المزروعة وحاولوا تقدم لاقتلاعها قبل أن يتصدى لهم الشبان المضي قدما بجهود فلسطينية لتدارك الهجمة الاستيطانية على أراضي بورقة يؤكد على مساعي التصدي للمخططات الإسرائيلية والتمسك بالأرض كجوهر للصراع المستمر منذ عقود خالد بدير قناة الغد من بلدة بورقة شمال غرب نابلس فلسطين